نجحت البعثات النوعية في خطة تفويق الحجاج المصريين على مشاعر عرفات وسط إجراءات أمنية لجيسية ميسرة بهدف توفير سبل الراحة والأمان لضيوف الرحمن من جانبها اعتمدت البعثة الطبية خطة بالتنسيق مع سلطات السعودية للتأمين الطبي للحجاج المصريين خلال أدائهم المشاعر لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أكثر من مليوني حاج من ضيوف الرحمن تم تصعيدهم إلى مشاعر عرفات بعد قضاء يوم التروية وسط إجراءات أمنية ولجيسية وتأمين طبي ميسر على كافة الأصعدة سواء على مستوى سلطات السعودية أو البعثات النوعية ومنها البعثة الطبية المصرية الحمد لله الأمور الصحية لكل الحجيج بأفضل حال تم التنسيق لتفويج كل الحالات المنومة وتم وصولها إلى مستشفى عرفات الحمد لله وحتى الآن ما فيش أي حالات فيها أي مشاكل وما فيش حالات تم الإبلاغ عنها في صعيد عرفات بتعاني من أي مضاعفات أو أي إجهة حرارية الحمد لله حتى هذه اللحظة دينا تسع فرق طبية تم توزيهم على كافة المستشفى في مشاعر ميناء وعرفات للتواصل مع السلطات الصحية السعودية وجمع كافة المعلومات ومتابعة كافة المصريين والحجاج المصريين اللي تم الدخولهم داخل المستشفى في المشاعرين إن شاء الله كما حرست البعثة طبية المصرية من خلال فرقها الوقائية أن تجوب مخيمات الحجاج المصريين بإرشادين ببعض النصائح التوعوية في كيفية الوقاية من ضربات الشمس والأمراض المعدية مشاعر عرفات طبعا درجة الحرار هنا عالية جدا ودي بتأثر على مجهود الحجاج فإحنا بنيدي لهم نصائح بالأكثر من شرب المياه بأنه يفضل في أماكن ضلة في جوة الخيام المكيفة والرسول عليه الصلاة والسلام قال وقفتها هنا وكل عرفة موقف فإحنا بننصحهم إنهم خصوصي كبير سن إنهم يعودوا في أماكن ضلة مكيفة يكتغطروا من شرب المياه بسبب ارتفاع الشديد أو في درجة الحرارة وعلى الرغم من ارتفاع درجة الحرارة هنا في مشعر عرفات إلا أن الأجواء الروحانية كانت القاسم المشترك بين ضيوف الرحمن كافة فيريد ربنا علينا إن إحنا جينا في المكان ده والحمد لله والشكر له أولاً وآخراً هو له الفضل الكبير مش عارفة نوصف لك بيه بس أنا سعيدة جداً كفاية بس إن إحنا ضيوف الرحمن النهاردة وربنا يا ربي يتقبلها منا فارحين بأنه الله يختارنا أن نكون من ضيوفه في هذا العام حاسب فرحة والله وربنا الحمد لله ربنا جاتب لنا إن إحنا نيجي هنا ونحج والحمد لله على قد كده والله طمؤنينة طمؤنينة وفرحة محدش هيقدر يستعوي بقى غير اللي جي هنا إحساس أنت بقاش أصلاً متصور أنت تدعي أنت بتسيب الدعوة تطلع من قلبك لربنا تلقائياً كده فيا رب يا رب كل حد ما جاش هنا ربنا يرزقه يا رب إن شاء الله كنت أحلم ولا تخيل إن أنا جينا كنت بتمنى عمرة بس لقيت ربنا جابنا إحنا اللي اتنين ربنا يتقبل منا جميعاً ويرزق كل واحد ما جاش هنا يجي هنا فعلاً يعني الحمد لله في نعمة ورضا من عند ربنا والله والبعثة بتاعتنا ناس محترمة وبيعملوا كل اللي نطلب بيدكاترة وحس بإحساس جميل ربنا وعد كل مشتاء لا صوت يعلو فوق صوت دعاء ديوف الرحمن على مشعار عرفات فالكل فيه صراع وجلد مع النفس للفوز بالجائزة الكبرى والعتقى من النار نسأل الله ذلك من مشعار عرفات محمد حلمي التلفزيون المصري